حازم وضع الكمامات تحديدا في فرنسا كان يسمح بوضع الكمامات يجب ارتداء الكمامات سواء كان في الداخل في الخارج كان يتبع نظام إن كنت في مكان مزدحم كسوق أو محلات تجارية أو شوارع في مراكز المدن يجب عليك ارتداء الكمامة ولكن في الطرقات العادية أو في المنتزهات من الممكن أن تخلع الكمامة ولكن الآن حتى في مراكز المدن سوف يعود هذا الموضوع أنه لا يمكن وضع الكمامات الآن في الأماكن الخارجية هناك من يفضل وضع الكمامات للآن على الرغم من ترحيب الفرنسيين بتخفيف الإجراءات ولكن هناك البعض ما زال يخشى انتقال العدوى والفيروس وبالتالي فإنه يلتزم بوضع الكمامات هناك العديد ممن التقيت بهم لا زالوا يضعون الكمامات سواء كان في الأماكن الداخلية أو الخارجية ولكن بالفعل الحكومة بدأت اليوم بتخفيف القيود ضمن الجدول الزمني الذي أعلنت عنه في العشرين من يناير هناك أيضا رفع القيود أكثر من ذلك في السادس عشر من فبراير المقبل سيكون هناك أيضا فتح للنوادي بالنسبة لرفع معظم قيود كورونا وفرنسا ليست الدولة الأولى أوروبيا التي تتخذ هذا القرار داخل باريس اليوم هل الحديث عن توصيات طبية صحية تستند عليها الحكومة في قراراتها أم أن القرار سياسي هو جدول زمني وضعته الحكومة منذ العشرين من يناير حيث رأى إيمانويل ماكرون بأن معنوية الفرنسيين قد تراجعت مؤخرا طبعا نحن نذكر أن نعلم أن الانتخابات مقبلة وبالتالي يريد الرئيس الفرنسي أن يخرج من أزمة الوباء وأن يديرها بشكل جيد وأن يخرج بأقل الخسائر بالرغم من ارتفاع إذا طرحت موضوع إن كان سياسي أو كانت الأعداد بالإصابة انخفضت هي لم تنخفض هي مرتفعة ولكن في نفس الوقت ليس هناك إصابات خطيرة وبالتالي فإن حكومة ماكرون لا تجازف بتخفيف الإجراءات مقابل سمعة انتخابية لأنه سوف يتأزم الوضع أكثر بناء على بيانات البيانات تظهر ارتفاع بعداد الإصابات ولكن هذه الإصابات ليست خطيرة وبالتالي تبررها الحكومة بسبب التطعيمات أو الاستراتيجية التطعيم التي تدفع بها سواء طبعا من أوائل يناير العام الماضي إلى الآن أيضا دفع الأشخاص لأخذ الجرعات الثالثة من خلال الباس فيكسينال أو شهادة التطعيم وبالتالي هي تدعم موضوع الجرعات الثالثة تدعم موضوع تخفيف الإجراءات مقابل عدم وجود خطورة كبيرة خاصة أنه إذا ما أردنا أن نقارن أعداد الإصابات في مراكز العناية أو غرف العناية المشددة نجد أنها لازالت تحت الحد الأقصى وهو خمسة آلاف مريض نحن الآن فقط ثلاثة آلاف وسبعمائة مريض في غرف العناية المشددة وبالتالي لا يسبب ضغط للمستشفيات ولكن لا تسبب الضغط أو العبء الكبير الذي لن تتحمله مستشفيات في فرنسا وبالتالي أن الحكومة تحاول تخفيف الإجراءات ولكن في نفس الوقت هي تتبع سياسة متوازنة